مشرقه ازاي بيتنفذ يعني ايه استزراع شعب المرّجنيه؟ يعني استزراع شعب الموّجنيه بالنسبة لنا يعني هو في عندي كذا مرحلة اول مرحلة ان انا ببدأ بعمل اللي هي مشاتل شعب المرّجنيه بستخدم طريقة عضوية مش بنزل هياكل خرسانية بس بجيب اللي هي صخور الأرجونية اللي موجودة في قاعد البحر يعني ايه صخور الأرجونية؟ ففي صخور موجودة في قاعد البحر ده بشكل ل Clara بشكل دائم يعني فهي مش مستفاد منها خالص فبستعملها زي سابستريت أو أساس للشعب المرجنية علشان أبدأ أزرع عليها فيه أنواع كتيرة جدا من الأسزرع وده بيتم في العالم أو تم في دول كتير جدا لكن المشروع اللي أنا بعمله أو الطريقة اللي أنا بعملها ده ده أول طريقة تتعمل في أفريقيا وفي منطقة مدارية ببدأ بجمع بعمل مشاتل للشعب المرجنية فببدأ بعمل حضانات بالمساحة معينة الحضانة ديت ببدأ مكونة من الصخور الموجودة في قاع البحر والشعب المرجنية الميتة كمصدر أساسي لكربونات الكالسيوم اللي هي ممكن تبقى غزة طبيعية للشعب المرجنية ده أول جزء الجزء بعد ما بعمل الحضانة ده جزء الجزء الثاني أن أنا ببدأ باخد العينات اللي أنا بزرعها على الشعب المرجنية ديت من شعب مرجنية على وشك الموت لكن مكسورة ما هيش ميتة حاجتين بعمل لها عملية انقاذ وبحطها في يعني بنقذها عشان ما تموتش وباخد منها بتبقى source of jeans بالنسبة لي أن أنا أزرعه على الأساس بتاع الشعب أو صخور ديت مصدر للجينات الورسية مصدر للجينات الورسية وزائد أن أنا بعمل منهج بحثي خاص بالشعب المرجنية الخاصة بالبحر الأحمر لأن إحنا عندنا مصدر معلومات للشعب المرجنية في العالم كله هو في استراليا يعني يعني ممكن يبقى نفس الجين هو هو بس الريزيلين نفسه أو القدرة على التعايش مختلفة خالص يعني بتزيد درجة الحرارة درجتين مقويتين بيحصل إبيضات للشعب المرجنية فبتموت عندنا بتزيد وبتنقص 16 درجة وبتعيش طيب الفرق بين الشعب المرجنية الصلبة والغير صلبة ده كائن وده كائن يعني ده بيبقى نوع دي عائلة ودي عائلة تانية خالص يعني والاتنين ينفع استزرعهم آه طبعا بنزرع الاتنين لأنه هو خصوصاً soft curls أو الشعب المرجنية الهيينة الليينة دي بيعتبر بيطلعوا منها أدوية سرطانات وللقلب كده طيب هكذا قلت أنت بتستخدم السخور اللي موجودة في البحر الأحمر وبتعمل منها ما بين قسين مشاتل يعني لو استخدمنا المصطلح النباتي بتاعنا صح مشاتل إزاي بقى يعني بتزرع إزاي آه بأخذ العينات دي بطلعها على السطح آه وبأبدأ بستعمل طريقة عضوية آه اللي هي سمغ طبي أو سمغ للكورلز مخصوص للكورلز بيبقى سوبر 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 جلو آه ده بيلزق وبتعامل مع الميا آه ببدأ بلزق بفتت العينات ديات آه عشان يحصلها انقسام لحد توصل تبقى حوالي سامتي أو سامتي ونص وبعدين ببدأ بلزقها على الشعب وبستعمل كورل كاتاليس الكاتاليس ده ببقى زي الاسماد الطبيعي آه للشعب المرجنية ده بيبقى ليه وظفتين أو ليه حاجتين بيعملهم أول حاجة ان هو بيدوب السامغ الطبي دوت في خلال أسبوعين بعد ما بيحصل كالسفيكيشن أو بيحصل الشعب نفسها بتعمل جدرة على ده جزء الجزء التاني انها بتعالج القطعة بعد ما بيحصل تفتيت للشعب المرجنية آه آه الطريقة أو التكنيك ده مين اللي اخترعوا كان ابتدى في أي دول في العالم هيا دي ممكن ترحلنا هنا بقى معليش على الصور دي ده جزء بحثي اللي احنا بنعمله لان هو عندنا اتيام عندنا كذا فريق عمل عندنا فريق اللي هو فريق الشاطئ ده بيبقى مسؤول عن اللوجيستيكس أو الإداريات بتاعت المشروع الجزء التاني اللي هو الفريق التاني بيبقى فريق اللي هو المية دي كانت شعبة ده كان حوالي نص سنتي في خلال ثلاث شهور بقت بالشكل دوت آآ وحصل لها برانشنج بدأت يطلع لها فروق تانية ده شكل الحدانات بتاعتنا آآ ده الحدانات اللي احنا عملناها دي في في الغرداء دي في جزيرة اسمها جزيرة أبو منقر آآ ده اللي احنا متصدق لنا آآ ان احنا نشتغل فيها آآ احنا اشتغلنا طبعا عملت آآ انا الشركة الاستراتيجي بتاعي هو البنك الاهلي والآآ وعملت بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة وأكاديمية البحث العلمي آآ وموضوع كله تحت اشراف الجهات دي يعني آآ ده بيبقى شكل الحدانة موجود تحت آآ وبنحط بعد بنخلص الزراعة بنرجع السابستريتز أو بنرجع الاساس بتاع الشعب دي بنرجعها في الاماكن بتاعتها هنا تاني وبنسيبها بدون اي ازعج ده الكاتاليست اللي احنا بنعمله ودي حاجات كات صغيرة خالص وهدين كبرة يعني غرض الحدانات دي حاجتين اول حاجة بيبقى مكان بحسي آآ مكان ممكن اروك فيه اللي هو للسياحة العلمية الجزء التالت ان انا ببدأ بشوف الاماكن الاكثر تضررا علشان اعمل لها اعادة التأهيل دي تاني اعادة التأهيل دي انا محتاج ان انا الاحظ المكان دوت سنة كاملة او اربع فصول وده جزء وده اللي هو الدور بتاع الريسرش تيم اللي احنا بنشتغل معنا ان انا محتاج ان انا اعرف هل هي فعلا هل هو محتاج تدخل مننا اه كناس ازرع فيه كرز ولا هي دورة حياة طبيعية حاجات بتموت وحاجات بتوصل الجزء الاخير من المشروع ان انا ببدأ بعمل حملات توعية بركز وخصوصا للاطفال الصغيرين محتاج ان انا انشئ رابط عاطفي بين بين الافراد عموما او المحليين عموما والبيئة مفيش حد بيدمر حاجة هو بيحبها يعني مش قس كده الاطفال اللي حتاجت تكلمهم دول في يوم من الايام هايشتغلوا في فنادق هايشتغلوا في المؤسسات هايبقوا موجودين في المكان دا اه مش لازم يشتغل خالص لا يبقى عنده الحرص الغيرة على المكان دا مش هيسمح انه حد يخربوا يعني هاي دي فكرة يعني هو محتاج يفهم ان فيه دور حيوي بيتلعب يعني لو انا دمرته حضرتك واي حد منها دمر يعني مش هيبقى فيه خلاص مش هيبقى فيه كوكب يعني فاعتقد لو كل واحد عنده الوعي البيئي دوت اعتقد ان هو هيبقى فاهم كويس قوي دور الحاجات او دور اللي احنا بنعمله دوت ايه يعني اخر افنت عملناه ده كان اسمه the power of her the power of her ده كان عزمنا امهات واطفال بس يا كابتن السور دي ما عملها coloring تلوين ولا هو لا لا هو كده اللون المية بتعنا عظيم اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة